صراع آخر في شبوه بين الشرعية والإمارات هذه المرة حول مواقع النفط حيث أكدت مصادر محلية لقناة بلقيس اندلاع اشتباكات بين الجيش وعناصر تابعة للمجلس الانتقالي بدأت المواجهات بعد محاولات عناصر مسلحة تابعة للانتقالي التمركز حول خط النفط في منطقة المروحة شمال مدينة عتق وتمركزت الاشتباكات في منطقة النقعة بمديرية جردان تتميز النقعة بكونها مركزا لتصدير النفط إلى ميلاء النشيمة حيث تقع خزادات النفط وهو ما يفصح عن هدف التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والذي يريد سحب تلك المواقع من وحدات تابعة للجيش ومكلفة بحمايتها ليست هذه أول مرة يدور فيها صراع حول مراكز تصدير النفط بشبوة ففي نهاية عبريل الماضي أوقفت النخبة الشبوانية تصدير النفط في حقل العقل إلى ميناء النشيمة النفطي وأغلقت سمام أمان أمبوب النفط في مديرية الروضة وسط المحافظة كانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة قد ضبطت في فبراير الماضي عصابة مكلفة بمهمة نهب النفط من حقل أنبوب ينقل النفط الخام إلى منطقة النشيمة على ساحل البحر العربي استانفت شبوى إنتاج النفط في مارس 2018 وتنتج قرابة 50 ألف برميل يوميا من ثلاثة حقول النفطية وهو ما يفسر وفق مراقبين إصرار أبو ظبي التحكم بمصادر حقول النفط عبر دعم تشكيلاتها المسلحة للسيطرة عليها